بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معالي الأستاذ جفيد دقداش ممثل معالي الأستاذ علي بابا جان نائب رئيس مجلس الوزراء التركي معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنق الإسلامي للتنمية سعادة الأستاذ حسين أيدان رئيس جمعية المصارف التركية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني بداية أن أتقدم بالشكر والتغدير إلى الجمهورية التركية رئيسا وحكومة وشعبا لاستضافتهم نشاط اتحاد المصارف العربية وتقديم كل الدعم لتوفير النجاح لها كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والتغدير إلى معالي الأستاذ علي بابا جان على دعمه ومساندته للاتحاد ورعايته الدائمة لنشاطاته في تركيا وخارج تركيا وأرحب كل الترحيب بالوفود العربية والأجنبية والمشاركين من المصارف التركية وأشكرهم على دعمهم ومساندتهم لفعاليات هذا المنتدى بدورته الخامسة والذي أصبح تغليدا سنويا ننتظره في كل عام مع نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين وصنع القرار السياسي والاقتصادي في تركيا والعالم العربي أيها الحضور الكريم الأخوة والأخوات في كل عام ومع افتتاح فعاليات هذا المنتدى كنا نأمل أن تتغير الظروف في منطقتنا العربية لكي يتسنى لنا مناقشة علاقتنا العربية التركية بعمقها الاقتصادي والمصرفي من دون أي عواقع أوائق سياسية وأمنية تعكس تبعاتها على هذه العلاقات قيرا أن أجواء عدم اليقين مع الأسف لا تزال تسيطر على عدد كبير من دولنا العربية إن بالنسبة للأوضاع السياسية أو بالنسبة للنواحي الاقتصادية والمالية وتتعدى الأجواء السلبية تلك نطاق دول الحراك العربي لتصيب جميع الدول العربية دون استثناء وما لا شك فيه فإن هذه الأوضاع وضعت العلاقات العربية التركية أمام تحدي استمراريتها حيث يشير الواقع إلى أن تركيا والدول العربية تسعى قدر الأمكان إلى إبعاد التأثيرات السياسية عن المصالح والعلاقات الاقتصادية المشتركة بل وتستمر بالعمل على تطوير العلاقات القائمة بينهم وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار الأخوة والأخوات على مدى السنوات الخمس الماضية شهدت العلاقات العربية التركية نموا مستمرا وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي والواضح أن هذا النمو هو نتيجة رقبة العالم العربي والمصارف العربية وتركيا في زيادة التعاون بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة حيث يقطي هذا التعاون جميع النواحي المالية والاقتصادية ويتمثل بشكل خاص في الزيادة الكبيرة في التدفقات الرئاسمالية من الدول العربية إلى تركيا وبالعكس وأدى ذلك إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بشكل كبير حيث بلق حجم الواردات العربية إلى تركيا نحو 10.6 مليار دولار في عام 2014 فيما صادرات تركيا للبلاد العربية بلغت نحو 34 مليار دولار في عام 2014 ويقدر حجم التجارة بين تركيا والدول العربية بنحو 45 مليار دولار عام 2014 فيما بلغ عدد السياح العرب في تركيا نحو 2.5 مليون سائح وخاصة أن السواح العرب كما نعرف هم سواح يقومون بصرف مبالغ لا بأس بها في الاقتصاد في الدول التي يقومون بزيارتها وكلنا يدرك أن الغدرات الاقتصادية للدول العربية والتركيا كبيرة وبشكل عام فهي لا تتضارب بل تتكامل في معظم المجالات فالتركيا اليوم لا تزال تشهد نموا اقتصاديا واجتماعيا ملحوظا وملفتا حيث بلغ حجم ناتجها المحلي نحو 813 مليار دولار بنهاية العام 2014 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي وحققت نسبة نوو حقيقي بلغ حوالي 3% ومن المتوقع أن يتخطى حجم الاقتصاد التركي عاتبت 860 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2015 كما تمتلك تركيا بنية تحتية متطورة وبنية تشريعية ومالية مميزة تشكل جاذبا للاستثمار الداخلي والخارجي والذي يمثل نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للتركيا خلال عام 2014 أيها الأخوة والأخوات من جهته يستمر القطاع المصرفي العربي في تسجيل نسبة نمو جيدة وذلك بفضل حرص على التزامه بسياسات حكيمة واستراتيجيات مجروسة حيث تشير البيانات إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع العربي المصرفي قد تخطت عام 2014 عاتبت 3.1 تريليون دولار أمريكي وبلغت وداع حوالي 2.3 تريليون دولار وقروضة حوالي 1.3 تريليون وحقوق الملكية في هذه المصارف حوالي 331 مليار دولار أمريكي وللمقارنة فإن موجودات القطاع المصرفي العربي تعادل اليوم حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية جميعاً كما أن نسبة النمو المقدرة للقطاع المصرفي العربي خلال عام 2014 حوالي 8% قابلها متوسط نمو الاقتصاد العربي ككل بحوالي 3% أي أن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي تقارب ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربي مما يدل على أن القطاع المصرفي العربي بشكل عام لا يزال يسجل نسبة نمو جيدة ونسبة منتازة مغارنة بالدول الأوروبية وهنا لا بد أن نشير إلى ضرورة أن تنأى المؤسسات المالية والقطاع الخاص بنفسها عن السياسات والنظر فقط إلى مصالح المساهمين والمصدرين والمستوردين كما لا بد من توسيع إطار العلاقات المصرفية ما بين المصارف العربية نفسها وبين المصارف العربية والتركية لأن هناك مساحة واسعة من مجالات التعاون المشترك وخير دليل على ذلك النتائج المالية لبنك البركة التركية للمشاركات والذي تخطت أرباحه عاتبت المئتين وخمسين مليون ليرة تركية خلال عام 2015 وبنك البركة التركية هو بنك محلي تركي لديه مئتين وعشرين فرع في تركيا والمساهمين فيه مجموعة البركة المصرفية والقطاع الخاص التركي وبنك التنمية الإسلامي وتم تأسيس سنة 1985 أيها الأخوة والأخوات لقد تناول الحوار المصرف العربي التركي في دورات السابقة مواضيع عدة من أهمها ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات واضحة للشراكة والتعامل مع التغيرات المستمرة وإمكانية إنشاء كيان اقتصادي إقليمي متين لديه القدرة على منافسة الأقاليم الاقتصادية الأخرى في جميع أنحاء العالم على أن يستند هذا الكيان الاقتصادي لمشاريع اقتصادية عربية تركيا بتمويل مشترك كان تمويلا تقليديا أو كان تمويلا عن طريق البنوك الإسلامية ضرورة تخطي حدود العلاقات الاقتصادية وتبادل المصالح العربية التركية والعمل على السعي لإنشاء علاقات استراتيجية ومستدامة على أن يشكل لقاءنا السنوي بدوراته اللاحقة إن شاء الله أرضية صلبة لبناء هذه العلاقات وتبعا لحرص اتحاد المصارف العربية على متابعات التطورات الاقتصادية والمصرفية والمالية في عالمنا العربي سيتم خلال فعاليات هذه القمة إن شاء الله إطلاق تقرير تقييم للاقتصاد العربي بالتعاون مع الأسكوار من خلال مشاركة الاتحاد في فريق العمل المسير لمجموعة الأعمال بي توينتي بي توينتي درايفينغ تاسك فورس وسيتضمن هذا التقرير مواضيع اقتصادية جوهرية في المنطقة العربية كتمويل التنمية والقطبية والتفاوت في الثروة ورأس المال البشري والعمالة والبنية التحتية والاستثمارات والتجارة والمؤسسات الصقيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وغيرها من المواضيع حيث سيعمل الاتحاد على عرض هذا التقرير على فريق مجموعة الأعمال بي توينتي خلال التحضير لقمة العشرين السنوي بي توينتي والتي سوف تعقد هذا العام في اسطنبول خلال شهر نوفمبر إن شاء الله وهذه المبادرة تأتي من ضمن مبادرات كثيرة يسعى الاتحاد المصارف العربية إلى تحقيقها خلال العام 2015 ومن بينها إعداد دراسة عن تمويل المشروعات الصقيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي مبنية على استبيان جرى توسيعها على المصارف العربية كما يعد الاتحاد دراسة مشتركة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حول تأثير القواعد والتشريعات المصرفية على المصارف العربية هذه الدراسة سوف تكون مبنية على استبيان يتضمن تقييما للعوامل المؤثرة على العمليات المصرفية بالإضافة إلى تأثير القواعد والتشريعات المصرفية الدولية مثل بازل ثلاثة وفاتكة وقيرها كما أن الاتحاد ومن خلال سعيه إلى تطوير وتوسيع علاقاته الدولية فقد أطلق الخطوات الأولى لمبادرة الحوار المصرفي والاقتصاد العربي الصيني الذي سيتم عقده خلال العام الجاري بإذن الله كما نعمل على أطلاق مبادرة حوار القطاع الخاص العربي الأوروبي بدعم من بحثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ومعهد أسواق النقل الأوروبية واتحاد المصارف الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي كما لا بد من الإشارة إلى التعاون المشترك مع الأسقوار ومؤسسة التحالف العالمي للوجستية الفعالية جي سي إي أل حول مشروع المساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقديم التقارير اللازمة لمجموعة بي عشرين هذا بالإضافة إلى قمة ومؤتمرات الاتحاد السنوية وأهمها القمة المصرفية العربية الدولية والتي ستقام هذا العام في بودابست إن شاء الله خلال الشهر يونيو القادم أيها الحضور الكريم أيها الأخوة والأخوات كلنا يدرك أن القدرات الاقتصادية للدول العربية والتركية كبيرة وتتكامل في معظم المجالات لذلك نأمل منكم جميعاً وعلى السادة الخبراء والمتحدثين وضع مسار جديد للعلاقات المالية والمصرفية العربية التركية يمهد لتعامل وتعاون بين جميع القطاعات الاقتصادية في تركيا والعالم العربي بما يوسع دائرة التنمية الاقتصادية ويساهم في تطوير مجتمعاتنا العربية وأجيالنا الطالعة أعطاً قساً قبل أن أخبر أكثر مجتمعات فيها لن أخبر لنصبعاتي في تركيا والعباء نحن، كما في التركيز نحن أمر جيداً لعرفة التركيزية وذلك في السيارات المدى الدولة عندما كانت المرة المرحة التي أصبحت في إستنبول كانت تركيزية العربية التركية التي أجلت من البعاء العربية التركيزية followed by Al-Baraka Banking and Kuwait Finance House followed by other institutions. I remember the first time I came to Turkey, it was in 1980. And I remember I arranged the first transaction for Turkey in 1982. 1982, Turkey was completely different from Turkey today. Turkey today, mashallah, enjoy the most growth among all countries in Europe as well as in the Arab countries. And we wish this country all the best under the leadership of the President and the Prime Minister. And thank you very much.